ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلباً على المواد الغذائية حيث تشهد ارتفاعاً كبيراً أصحاب محالة الغذائية ضعفوا الإقبال على التبضع بسبب الظروف الاقتصادية ناهيك عن غلاء أغلب الأسعار إلى نصف سعرها والله صراحة بضاعتنا كلها مستوردة بالدولار فصعود الدولار من قبل الحكومة أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية بسبب ثلث فالمواطن البسيط أثر عليه بهواء يعني أنا كأبو أسواق اختلف عندي سحب المواد يعني كان المواطن مثل يأخذ كلها اللحم أو كلها نفخاف كان يأخذ قوته اليومي يعني صعود الدولار أثر على سحب المواد الغذائية جميعها التمن كنا نأخذها بخمسة وثلاثين الآن بواحد وأربعين ألف طبعاً الغذائية ماكو المحة هذه الغذائية ماكو بس الطحين الله يسترع عليهم وصار أربعة تشور ماكو بين قوسين كتننا الجوع يعني الجوع إحنا هذا الفقير كتننا فردنا ونتمنى نطلب لجوع أي واحد شريف من سياسي من معمم خليط الله أنا عم خنعيش برد لأن تعبنا والحسين تعبنا أنا طفل أباوع راسي كل شيء بشنو زين والله طفل فتعبنا حقل تهذيانا أصحاب الدخل المحدود هم ضحية ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت أصواتهم مطالبين الحكومة النظر إلى هذه الشريحة البسيطة التي أثقلت عليهم تلك الأسعار وفي ظل الإجراءات الصحية وحضرة جوال هم سبب آخر يؤثر على دخلهم اليومية العالم ما سونا هذا الشارع هذه الشارع عالم ما تقدر حتى تطلع بره فلوس ما عندها فلوس موقع عم شاب عراقي سيطالي علي بجيبة خمسة آلاف دينار شاب عراقي ماكو عالم ما تتمنجوا على أسعار نزل الأسعار شي عليها بالمواطن الدولار ساعدوا نزلتوا الدولار تتجيوبكم مو بجيوبوا الفقراء دولار كله بجيوبكم الساعدون الأسعار عموا تستفادون بيها ليش سووا للبقير شارع طوى مصاريف طوى تحكموا أنتو قلت له كل واحد مسؤول من جيبة عشرين ورقهم السد السد المواطن الفقر أذا أنت تلغبي 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 شنو هالوضعية ماني في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق غياب واضح للأمن الاقتصادي الذي لم يسجل أي حضور شابا سامق لدى بليو تي في وطن شكرا